مساء الخير يا برج الميزان للقراءة العاطفية ويارب تكون التنول على لكم ان شاء الله شخص ده لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل من الاخر واخد قرار بجد مش يظهر فعلا وقرار بجد وشعر بان ده الحكم الصح وده كان اللي المفروض يحصل هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل من الاخر وهو عايز يبقى سنجل انما لو هو متزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زوجية فممكن يكون عينه على حد تاني من الاخر كده وعايز يروح يتزوجه بقى وشعر ان الشخص التاني ده هو اللي حلو يعني عشان كده قافل على الموضوع خالص عزيف على الموضوع خالص واخد قرار سريحي لكن هو نجمد مشاعره قوي عليك قوي قوي او برج حمل فادات طبيعي وانت انت انت شاعر بان في شيء هدم في شيء هدم تتعبان جدا يعني ممكن تكون من كتر الزعل بتبكي مرة واحدة كده تلاقي نفسك عايض بدون اي هدف يعني مش هدف يعني يمزل لا لما بتفكر مثلا مرة واحدة طب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي شايفك ان انت تعبان بص بقى يعني بص الراجل ده جبروت انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه يعني زعلته منك ممكن تكون او عملت حركة قفش عليك ممكن ممكن مش ممكن لقلي ممكن شايفك ان انت تعبان جدا 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 ممكن تكون يعني نحسس بان هو لو علاقة زوجية وانتو بتشوفه بعض في البيت فانت ما بتنامش معه في نفس الاوضع وتعبان وزي ما تكون مش بتترجاه بتقول له طيب يعني نعيد تاني نعيد حاجة قالك لأ انا اخد قرار انا هزمش يلو سباحتي سب نمشي بص انت شايفه ايه انت شايفه ده الصن ده الصن دي دي بقى اللي انا هتأكد منه دي اللي انا هتأكد منه هل هو مع طرف تاني ولا لا طبعا لو متبطين ممكن يكون عايز يخلع من هزي الالقاء ام بقول يخلع ده تيخلع انت شايفه انه هو ام قرر الرحيل مرة واحدة هو بالزبط كده ده اللي حصل مرة واحدة عملك الوش ده بدون ادنى سبب بدون ادنى سبب انت ممكن تكونوا ما عملتوش حاجة عشان كده انت تعبان قوي انت بتقول له اقل اللي حصل وكرر يمشي بدون بدون ابداء ازباب لوحده كده ممكن يكون عملك ممكن يكون بالزبط ممكن يكون عملك وباصص الحاجة تاني انت شايف انه هو باصص الحاجة تاني ومتكبر عليك ممكن يكون ما بردش عليك لما تيجي تكلمه عشان كده شايفك ان انت تعبان انت ممكن تكون مع ابتله مسجد تقول له ليه عملت معي كده ليه مثلا بتبين له يعني ان في مشكلة انا تعبانة او انا تعبان تتعمل معي كده ليه يا اخي فعشان كده انت تعبان من غيره ولكن هو مستمر في تحركاته طب ايه الخطوة اللي ياخدها الخطوة دي انا مش حباها خالص اه الخطوة اللي ياخدها الشخص ده لو زوج هيطلق هيكسر قلب لان هنا كرت المقزونة وانت هتوافق على الطلق ده لو زوج وفجأة كده قال لك انا عايز اطلق طب ليه يا عم طب ولادنا الولاد هرم عليك اهم طفل فيه بينك واطفال انت عايز تطلق ليه انت عايز تطلق ليه عايز تطلق تطلق اه اه ده مستقوي قوي ده جبروت ده عايز ياخد قرار الانفصال في اسرع وقت في اسرع وقت ممكن يكون بص ده الشخص ده انت ممكن تكوني عارفة واحد بس انا هقولكو على سيناريو ظهر لي فجأة ده الشخص ده متزوج مش بيتي كمان وقرر مرة واحدة انه ينفصل عليك ليه عشان هو شاف ان اللي حصل بكو ده ظلم لعيلته وقال لك انا اسف جدا انا مش هنفع كامل معاك قلت له حرام عليك طب قولي بنا طب تقلك لا انا عايزش عشان كده هنا فيه علاقة سلسية في زوجة هيك في زوجة في زوجة في زوجة في النص هو شايف ان هي ظلمها شايف ان هي ظلمها الزوجة دي ممكن تكون درجة الرابي او ناري ممكن تكوني زوجة تالتة وممكن تكوني طرف عادي في الضباط فقال لك مرة واحدة كده انا مشي انت شايفا ان هو عمل الحركة دي عشان غياله عشان هو عنده طفل عنده بيبي وقرر ينسحب من هزي العلاقة لانه فقر كتير قوي وحس ان هو متكتف مش عارف يبقى معاكي ولا معاكي انا بقولك ده متجاوز الراجل متجاوز ممكن تكوني اكتشفتي من متجاوز عشان كده عشان كده انت ماشي بتعبانة جدا القرار اللي انت هتخديه اذا هارفانت وده قرار حكيمة كده هارفانت بس ممكن يكون مقزون كده تكونوا متجاوزين زواج في السر بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية بعتبقى انتصام برضو بالزبط 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 انت هتكرري ان انت تقفلي الشابطر بكل بساطة الشخص ده مش قابل منك اي عروض خالص تقدمينه عرض لا حتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفد اصلا وقررت ان انت تجملي مشاعرك وتقفلي العلقى دي خالص انت او انت قررت تطرحوها لو هي زوجة لو هي زوجة فهي خايفة من جزها اهو بتفكر في جزها فكرت في جزها راجعت نفسها وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيب حرام ان انا اكون مكلم راجل من جزها انا فيه علاقة زوجة في الموضوع بس لو مش علاقة زوجة غالص ورطباط فالشخص ده عنده طرف تالت وحاسس ان الطرف التالت ده تظلم معه وقرر رهني معك انت وانت حاسة بانك قدمت له وروق كتير اوي ومش راضي وبصص الحاجة التانية فهتقفل الشابتر ده خالص من حياتك شايف العلاقة دي بينكم ازاي شايفها العشر صلوف على فكرة الشخص ده هقول لكم الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس ايوه بصبت شخص ده تعب من حوار العلاقة الثلاثية دي خالص وقال لك ايه بقى لاينين ولا شمال انا تعبت انا مرة هنا ومرة هنا انا تعبت تعب خلاص تعب تعب من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تامين او تعب من واحدة شاب عادي مع اتنين فتاة وحاسس ان العلاقة دي كان فيها مش ضعنات كان فيها الام مش عارف يوازي الناس هو تعب واحد دا مع الارتحب خلاص جاب اخره وجاب اخره وعايز استريح ويرحل بقى ويرحل فقرر الرحيل انتي شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استقرار عشان كده انتي زعلانة قوي وهو قلب عليك قلب عليك المرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة يعني مرة واحدة كده قلب عليك ويقول لك انا انا عايزة مش يا بنتي انت مش قلتي انك انك مثلا مش حابة الوضع لا 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 انا عايزة مش فائت كده مرة واحدة او فائق مرة واحدة اه بالزبط ايوة 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 اتشار ان العلاقة دي كان فيها كان فيها حكات حلوة قوي كان فيها كان فيها كل حاجة حرفيا لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج يبقى كان موفر لك كل حاجة الزوج ده كان موفر لك كل حاجة وكان عاملك استقرار وكل حاجة كانت عندي كل لحاجة كنت فيه انتو كنت بتحبيه قوي قوي مش حب طبيعي يعني للكينج اوف كابس كنت بتبدليه شعور رائع يعني وهو كمان كان شاهد معك بالاستقرار لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى هو ضميره صحي بالزبط ضميره صحي فجأة وحاس ان هو ظلم حد معاه ومتجئ ليه هي علاقة سلسية فيه طرف تالت في العلاقة لو انت متعرفيش ولو ممكن يطلع متزوج انت مش كنتش من جوزها الحاجة انت في علاقة مع حب متزوج وعنده طفل وكان مخنوق جدا من آآ ممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير يقولك انا خايف وظلمه انا وانا طيب النصيحة ايه بقى يا برج النصيحة بتقولك ايه النصيحة بتقولك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هزي العلاقة بص الكارت ده مش شبه الكارت ده بس في حاجات مشتركة اقولك ايه العلاقة دي كان فيها استكرار صح مش هكذب عليك وكنت شعر فيها بقى انك الكانيك صح برضو مش هكذب عليك ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقات من العلاقة دي لازم في شيء نقص العلاقة دي ايه هو الامان مثلا لان ما يكون شخص متزوج وعنده عيلة عمره مهم فيه امان انا انا دماغي ده في البيبي باغي في عيالي باغي في الزوج ممكن تكون مراته عرفت على فكرة انا عزي اقولك انا مفاجأة مراته ممكن تكون عرفت وقالت له طلقنا وحاس ان هو هيطلقه في عيال لا لا خلاص بقى اتعدل همش اعدل هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته ولكن في قلبي بينكسر هنا في ناس شعر ان هي بتموت بتموت من القلم وانت بيينتي له بما فيك كفى انك تعبانه فالنصيحة بتقولك امشي حتى لو زعلانا بصي لقدام حتى لو زعلانا بنتبايق من اللي حصل بصي لقدام امشي مش دي العلاقة اللي انت هترضيق العلاقة دي مش فيها كل حال طيب حال في اه شيء جديد ممكن ينجي لبرج الميزان بعض العلاقة دي بحاجة عامة طبعا عمي هممكن تتحاول كلا شو عدي جيوة ليه بعدش جالي انت هتشيل الالام الماضي هوا يا برد المزارب هبخاص هي فتحت كده اه انت في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف في حد مقدم لك عرض شوف بقى دور حواليك عشان كده كانت يقول لك بص بص قدام بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس تقريبا كده اه ممكن يكون كان عاية انك في علاقة وخايف فحاولت ديله اي لام حاكدا برج الميزان باينة جبا يعني هزي العلاقة علاقة ما فيهش استقرار من ناحية الامام ولكن انت كنت شايف انت كنت شايف كده يا ما بنشوف حاجات بتطلع عرض عادي ولكن ولكن اعلن بايدا ان هذا الطرف لو بعد عنك اسمع بقى بعد عنك بعدت عنك تمام رجل وزد مرة واحدة لانت انت شاعر بالغموض الشخص ده قفل عليك مية ونور من غير ما يقول لك حاجة اهو الشخص ده متزوج عنده علاقة ستالتة في منها اطفال اهو وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني ممكن يكون كم يطلق ورجع لو انت متعرفش يعني ممكن تكون انت على عجم بذلك وصابت بقى في الحيرة دي وعارف على فكرة ان انت كنت بتحبه او وصابت لكن الطرف ده شخص ما عندوش استقرار شكرا يا برج النظام اشتركوا في القناة